شرنا صالح حبراء القيادة الحوثية المشارك في تأسيس الميليشيا هجوما على جماعته في مقال كتبه على صفحته بفيسبوك موحدا أن الحوثيين يتحدثون عن تحرير البلد من الغزاة والتبعية فيما كانت اليمن خالية من أي تواجد أجنبي قبل إشعالهم الحرب واشتياح العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وقال هل كان هناك تواجد لأي دولة على أرضنا قبل أن كنتم بشعال هذه الحرب يا قادة الصراع أم أنكم من جاء بهم كل طرف منكم ارتم في أحضان جهة ليستقوي بها على خصمه ثم جئتم تنادون بتحرير البلد من الغزاة والفرار من التبعية ومن أتى بهم سواكم وتابع مخاطبا الحوثيين لماذا لا تبدأون بتحرير أنفسكم أولا وتعتذرون للشعب من الويلات التي جلبتموها له وتعترفون بأخطائكم وأنه لو لا أنتم موقع شيء مما هو حصل الآن وأضاف ارحلوا عنه بفسادكم وحقدكم وأنانيتكم وطمعكم وجشعكم فلا خير فيكم فشلتم عليكم أن تعترفوا بفشلكم ولم نرى منكم إلا الحروب المستعرة وكأنها ما كان ينقص شعبنا وزرعتم الثارات والأحقاد وقسمتم البلد ومزقتم نسجة الاجتماعي شر ممزق وأردف هبرة في خطاب ينتقد فيه ميليشيات الحوثيين أنها فشلت في الإتيان بنظام جديد مهما كان أو إدخال تعديلات على هيكل النظام السابق ليتلأم مع قناعات قادتها أو إفساح المجال لغيرها مشبها إياها بحركة طالبان في أفغانستان ويصنفها براض من الجناح الحوثي القديم المشارك في تأسيس الميليشي الحوثية حيث قاد مكتبها السياسي وترأس فريقها في مؤتمر الحوار الوطني خلال عامي 2013 و2014 قبل انقلاب الميليشيات وسيطرتها على مفاصل الدولة بصنعاء بقيادة المدعو عبد الملك الحوثي ترجمة نانسي قنقر